السلام عليكم لسه صحيح من النوم حاليان فجفوا يسؤال حلو اوي انا عرف الغي في الجواه اللي حالينا ده يتكون من نيتروجين وسنكسير الكربون واكشجين تمام؟ ولنا عرفه اننا بتنفس اكشجين بس ليه بقى بتنفس اكشجين بالزاد وليه بقى بتنفس بقية الغازات التانية اشمعنا الاكشجين بالزاد هل فيه سرر الاكشجين ولا لا هو ده اللي احنا نعرف في الحلقة بتاع النهاردة فيلا بينا سرح سريع انا محمد سيد اشترك ويلا بينا في البداية عاوزك تبع عارف لو اي شخص لا قدر له اتزنق في اي مكان في نيتروجين او كمية نيتروجين كتيرة هيحصل له اختناء وهيموت على طول طبعا ان بقية الغازات ده كلها انا متعاملش معها انا لها دعوة بالاكشجين بس ليه بقى الاكشجين هي معلم؟ بكل بساطة كده لحصول على الطاقة فتعلى اخذك كده معايا في عمليات كده بسيطة في اللي تحصل في الجسم بس ركز معايا عشان تفهم القليلة دي ماشي ازاي انسان بطبيعة الحال ممكن نقدر تعيش فترة من الزمن بدون اكل وشرب لكن بدون نكشجين لأ صعب فالجسم عشان نقدر نقوم بالوظيفة الحوية بتاعته على الاتام واجه محتاج طاقة واحنا عارفين الطاقة تاجي منين اكيد من الاكل فاسنا عملية الهضم يتحول بروتينات والكاربويدرات الى جزئات من السكريات والاحماض الامنية بعد كده سيدة بيتم يتبرل خلال الدم بسهولة دم بقى بياخدوا السكريات او الجيلوكوز تحديدا ووزعها لجميع خلايا الموجودة في الجسم وكل خلايا في الجسم فى حاجة اسمه المتكوندرين المكان بتتفكك فيه جميع الروابط الكيميائي اللي موجودة في جزئات الجيلوكوز فالتفاكك دي دي بنتو جعانه طاقة كبيرة هي دي الطاقة اللي الجسم فعلا بيحتاجها وبيستغلها علشان يقدر يقوم بجميع الوظيفة الحوائية بتاعته يا طرى بقى مين بقى اللي يقدر يشغل الطاقة دي هو الاكسجين تعال اقول لك لما بنيجي نتنفس من خلال الفم والانف بيصل الهوى الى القصف الهوائية وبيتفرح فعلا اجزاء اصغر وهذه الاجزاء هي الحوائيصالات الهوائية بتشكل الحوائيصالات اكياسا هوائية صغيرة جدا وبيوجد اكتر من 600 مليون حوائيصالة فكل رأة وبتكون الحوائيصالات محاطة بشعيرات دموية صغيرة وازيه شعيرات متصلة بواشرة بالاوردة والشرايين التابعة للقلب ولما بيصل الهوى الى الحوائيصالات بتمتصل شعيرات الاكسجين منه وترسله للقلب بعد ذلك بيبدأ القلب في ضخ الدم المحمل بالاكسجين الى جميع خلايا الجسم كل خلايا في الجسم زي ما اقول تبقى فيها متو كوندوريا والجلوكوس بتاعها الاكسجين بقى بيخش يتفعل مع الجلوكوس فبيسحى منه الاكترونات وبيكسى رابط بتاعته ولكن صعب جدا ان احنا هتعمق في التفاعل ده ونعرف هو ازاي بيتم كل ان احنا نعرفه ان بيطلع عندنا بعد التفاعل ده سنكسيل الكربون ونيتروجين واكسجين ويرجعوا تاني للقلب وبعد كده القلب يضخهم للرئة وبعد كده يخرجوا في عملية الزفير والطاقة دي يا سيد بتخزن في صورة مركب اسمه اديزنونسولاس الفوسفات وبتفضل موجودة لحد ما الجسم يبستهلكها وبعد كده رجح تتم العملية تاني وتتميلي من اول جديد يعني بالضغط عاملة زهاية بطارية كده بتشحن وتفرق طيب احنا ليه مش بيتنفسنا ايتروجين مثلا معين ايتروجين موجود بكميات كبيرة جدا في الغلاف الجوي بكل بساطة لان ايتروجين غاز مستكر ومش بيتفعل مع المركبات اللي بتعرض لها اطلاقا الا في ظروف معانا يعني مش هتفعل مع جزئات الجيلوكوز اللي هي مهمة جدا الحصول على الطاقة اللي احنا اصلا بنحتاجها في عملية التنفس طيب مش بيتفعل ليه؟ لان كل الزراطيين ايتروجين بتكون موجود بينهم ربطة اسمها ربطة التساومية السلسية والربطة دي صعبة جدا ومبيتم بيش كسرها بسهولة فكده هي مش هتفيد نفع معية التنفس بأي حاجة خالص فلي بيماز الاكشوجين على الغازات التانية انه هو شير التفاعل بسهولة مع جزئات الجيلوكوز عشان يمدنا بالطاقة قدرته كمان على جذب الالكترونات من المركبات اللي حواليه عالية جدا طب انا لما بجأتنفس بتنفس اكشوجين بس؟ ولا بتنفس بقية الغازات اللي موجودة في غراف الجوي؟ بنتنفس كله بس اللي احنا بتعامل معه هو الاكشوجين هو اللي بتسحب وهو اللي بخش في مصدر التفاعل وبيطلع على ناطاق فانت اصناع عملية الشعيق بتاخد 78% نيتروجين 21% اكشوجين 9% 10% ارجون و 3% سانوكسيد الكربون واصناع عملية الزفير بتطلع نيتروجين زي ما هو 78% ولكن الاكشوجين بيكون 17% وتسعة من عشر ارجون و 4% سانوكسيد الكربون طب هل ده معنى الغازات التانية ملاش لازمة؟ لا طبعا لها لازمة زي از الاكشوجين بالزبط كل حاجة ولها الوظفة بتاعتها ومن نعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا الاكشوجين اللي موجود في الجو اكشوجين مخفف لانه لو تواجد بكميات كبيرة جدا وتنفسنا هيكون خطر جدا علي حياتنا هيبقى عامل زي كنبيلة صغيرة كده جواك وانفجر اتنر واحدة وبس كده سيد ربي كل معلومات ده عجبتك وانفجر اتشارك وانفجر اتشارك في حلقة جديدة السلام